بصي بقى أنتوا عارفيني طبعاً أموت في الحب والمشاعر برج الدلو أه برج الدلو بالظبط عاطفة على طول يعني ده برج بيتعب صاحبه وبيبان على صاحبه جداً جداً زعلانة بيبان بحبه ومفسوطة بيبان كل حاجة بتبين أه ده حقيقي خلا يكون فعوني أه الحمد لله طيب حلقات كبيرة أوي حلقات حلقات حب بنشوفها كل يوم وبنسمع عنها كل يوم وبعدين فجأة تتخضي تسح الصبح انفصال فلانا عن فلانا فلانا عن فلانا اللي بقى لهم سنين مقطعين الدنيا حب تفتكر إيه اللي بيخلي فجأة واحد يقرر أنه ينهي علاقة كان بيموت فيها مع امرأته أو مع خطبته أو مع حبيبته طيب بوسي مبدئياً ما ظنش أبداً أنه كان بيموت فيها يعني ماشيش اتنين بيموتوا في بعض ينهوا فجأة العلاقة كده لأن لحظات الود والحب والعشقة هيبقى ليها ألف حساب وحساب وحساب لا يمكن يعني أكيد بيبقى بس مش بين لنا إحنا من بره يعني إحنا بقى أصحابهم مثلا أو اللي شايفينهم مثلا على سوشال ميديا أو حاجة بنبقى فهمين أنه هم في علاقة عظيمة جدا وعلاقة إيجابية جدا بس بتبقى في حاجات طبعاً مش بينة لنا لكن لا يمكن حد يكون بيحب حد زي ما أنت بتقولي وينهي العلاقة فجأة لا يمكن غير لو فيه تدخلات خارجية أو لو فيه مواقف خارجية أو لو فيه حد بقى خرب عليهم دي حاجة تانية يعني بتبقى حاجة مفاجأة يعني لكن اتنين بيحبوا بعض لازم هيتراجعوا مليون مرة قبل ما ياخدوا قرار مهلك ليهم هم الاتنين بالشكل ده ترجمة نانسي قنقر